سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجبر الصباح رحمه الله لم يكن فقيد الكويت وحدها بل هو فقيد الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع فلسموه رحمه الله تاريخ حافل في مختلف المجالات بفضل ما تمتع به من حكمة ودبلوماسية محنكة قادة البلاد إلى الصفوف الأولى في المحافل الدولية غصة وحرقة فراق سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجبر الصباح طيب الله ثراه لم تقتصر على الشعب الكويتي فقط فخبر راحل سموه فجع دول العالم أجمع وأبكاها فشاطرت دولة الكويت مصابها الكبير كيف لا وسموه رحمه الله لم يترك شبرا من العالم إلا وترك فيه بصمة واضحة طبع بها اسم الكويت بأحرف من ذهب حتى باتت هذه البقعة الصغيرة بمساحتها كبيرة في عيون العالم بأسره وتقارع الدول الكبرى في المحافل الدولية مسيرة حافلة من العطاء الإنساني والعمل الدؤوب للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله في مختلف بقاع العالم كان لها بالغ الأثر الإيجابي على ساحات النزاعات وصراعات الإقليمية والدولية فضلا عن دعم الشعوب الفقيرة ودعمها تنمويا بفضل ما يتمتع به سموه رحمه الله من حنكة ودبلوماسية حاكمة فالمنابر الدولية والإقليمية تشهد على اهتمامه الشخصي وحضوره الاستثنائي وجولاته فهو القائد الذي كرس حياته لدبلوماسية المصالحة والسلام والمواءمة بين الفرقاء كان سموه رحمه الله بمثابة الأخ الكبير لرؤساء الدول العربية والإسلامية واتمكن من بلاء علاقات قوية واستراتيجية مع العديد من بلدان العالم معتمدا على الحياد وجمع الفرقاء كوسيط إقليمي ودولي لسعة صدره وقلبه وحكمته وبصيرته وأفعاله الحميدة الخالدة وأياده البيضاء في كل مكان فهو صاحب السيرة العطرة والمناقب العالية الرفيعة عميد الدبلوماسية حاكم العرب قائد العمل الإنساني ألقاب عديدة أطلقها زعماء وقادة العالم على سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه عرفانا لدور سموه البارز في العديد من القضايا وسط منطقة تضج بالصراعات والحروب والنزاعات فكان سموه رحمه الله بل ثمن لكل دول العالم في سرائها وضرائها طيقها وأزماتها كل هذا السجل الحافل والعطاء السياسي والإنساني اللامحدود ظهرت آثاره بعد رحيل سموه رحمه الله فمنذ اللحظة الأولى شهدت البلاد على المستويين الرسمي والشعبي اتصالات ورسائل شتى من مختلف بلدان وشعوب العالم لا تعد ولا تحصى فأمطرى أصدقاء ومحبو الكويت وشعبها صادق المواسى بفقيد الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي وهو ما يبرهن على عمق العلاقات التي شيدها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثرى فحقبة سموه سيذكرها التاريخ بفخر واعتزاز ورفعة لقائد استثنائي اتفق عليه العالم أجمع